تتواصل حالة التجديد والانتشار الأمني في شوارع العاصمة العراقية بغداد منذ أيام عدة على خلفية الهجمات التي استهدفت سلسلة مطاعم أمريكية نفذتها جماعة مسلحة ضمن حملة وصفتها الحكومة العراقية بأنها أعمال إرهابية الإجراءات الأمنية لاقت ترحيبا من قبل مسؤولين وكذلك من قبل المواطنين الذين اعتبروا الأمر بأنه يعكس قوة الدولة وعزم وزارة الداخلية ووزيرها الشمري على ردع الفصائل المسلحة التي تهدد الاستقرار من خلال الهجمات على المصالح الغربية تقارير أمريكية أشارت إلى أن مضي أسبوع من دون تعرض المطاعم والشركات الغربية في بغداد لهجمات هو دليل على جهود كبيرة بذلتها وزارة الداخلية العراقية وأن حكومة السوداني استعانت بخبرة وقوة وزير الداخلية لإنهاء موجة العنف التي تقف خلفها فصائل إيران كما أشارت التقارير إلى أن الحكومة العراقية تدرك جيدا أن الحشود التابعة لإيران أضرت بعملها لجلب الاستثمارات الغربية التي تحدث عنها رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني خلال زيارته إلى البيت الأبيض خبراء أمنيون أشادوا كذلك بجهود وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وتصديه للجماعات الخارجة عن القانون رغم الضغوط الكبيرة التي تمارس عليه من قبل أطراف سياسية وأخرى ميليشياوية بهدف إطلاق سراح المهاجمين للشركات الغربية والمطاعم في بغداد ويؤكد الخبراء أن الشمري بقراره الصارم والمتمثل باعتقال كل من يروع الناس ويهدد الاستقرار أعاد للبغدادين الثقة بقوة الأجهزة الأمنية واستقلالية قرارها